إذا كان لك صديق ميت يعز عليك معجة كبيرة فهي تصلي على قبره لباكعتين طرواً أو نقلها لا تصلي عليهم صلاة الجناز إما تصلي على جنادته قبل الدفن وإما إذا تأثتك صلاة على جنادته قبل الدفن فإنك تصلي صلاة الجناز حلى قبره أما بعد ذلك في الصلوات فلا يجب أن يصلى عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحد القبور مساعدت ومعنى اتخاذ يا مسائد أن يصلى عندها ولا من يبنى السجد لأن ما يصلى في مكان فقد اتخذه مسجد أو يصلى في الدولة للعرض والسجد والطهورة أي صالحة للصلاة فيها أما القبور فلا يصلى عندها لأن ذلك من وسائل السجد إلا صلاة الجنازة إنها تصلى في المكبر ويصلى على قبر صلاة الجنازة فلا حاصل بها فقط جزاكم الله خير وأحسنا عليكم